اشتركوا في القناة والتعويض عن فقدان الشغل لفائدة الأشخاص غير الأجراء العاصمة الفرنسية تسعد لحفل افتتاح الألعاب الأولمبياتي الصيفية الذي سيقام على نهر السين لأول مرة خارج ملعب رياضي والمنتخب الوثني الأولمبي لكرة القدم يوصل استعداداته لمقابلته الثانية برسم الأولمبياد والتي ستجمعه بمنتخب أوكرانيا فدينة أزيلالت صديف فعالياتي المهرجان الصيفي لفنون الأطلس في دورته الثالث عشر مهرجان يتضمن برمجة فنية غنية بمشاركة فرق موسيقية فولكلورية محلية ووطنية موسيقى أهلا بكم وبداية حل رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمس بالعاصمة الفرنسية باريس لتمتيل صاحب الجلالة الملك محمد أسادس ناصره الله في حفل افتتاح الألعاب الأولمبيا الذي سيقام اليوم وللمشاركة في قمة للرياضة والتنمية المستدامة التي ستجمع رؤساء دول وحكومات ورؤساء منظمات دولية ورياضيين وممثلين عن الحركة الرياضية إضافة إلى الجهات الفائلة في تمويل التنمية قمة تنظم بمبادرة من رئاسة الجمهورية الفرنسية واللجنة الأولمبياة الدولية وبدعم من الوكالة الفرنسية لتنمية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بين صحة وتعليم وسكن وعيش كريم تتعدد الأوراش عبر ربوع الوطن لتجسد إرادة ملكية راسخة في تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية اليوم نتوقف عند تعميم الحماية الاجتماعية ورش ملكي غير مسبوق واسع النطاق يؤمن تعميم التغطية الصحية لكل المواطنين هذا إلى جانب ضمان حقوق اجتماعية أخرى كالتقاعد والتعويض عن فقدان الشغل لفائدة الأشخاص غير الأجراء ورش نسلط الدوء عليه اليوم في مواكبة خاصة لذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرشي المجيد وذلك ضمن تقرير ساميرا أسبان عمر أيتئيسى وعبد الإله أقنور المكاسب التي راكمتها الرؤية الملكية الحكيمة لتدبير المجال الاجتماعي في المغرب جعلت المملكة تفطن إلى الحاجة لتبني فلسفة الدولة الاجتماعية إنها تلك الدولة الراعية لمواطنيها حيث يصان وعلى قدم المساواة الحق في الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والسكن اللائق وغيرها من الحقوق ذات الأثر الاجتماعية دعونا لتأميم التقطيع الاجتماعية لجميع المغاربة وهو مشروع وطني كبير وغير مسبوق يرتكز على أربعة مقونات أساسية أولاً تأميم التقطيع الصحية الإجبارية ففي أجرين أقصاه نهاية 2022 لصالح 22 مليون مستفيد إضافي من التأميم الأساسي من المرض سواء ما يتعلق للمصاريف التطبيب والدواء أو الاستشفاء والعلاج هذا التصور للدولة الاجتماعية برزت معالمه في المملكة وبشكل جلي في عز زمن جائحة كورونا حين أطلق جلالة الملك محمد نسادس نصره الله ورشاً بارزاً اعتبر ثورة اجتماعية غير مسبوقة نتحدث عن الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية مشروع هندس تفاصيله رؤية ملكية إنسانية لصون كرامة المغاربة تعميم التقطيع الصحية كان أول محطة في هذا المشروع واسع النطاق مستجد استفادت منه كثيراً الغضيفة ذات 46 عاماً هذه الأرملة التي كانت ضمن المستفيدين من نظام المساعدة التبية رماد تكابد منذ سنوات مشكلة صحية مزمنة على مستوى الغدة الدرقية أجرت مراراً عمليات جراحية أرهقتها مادياً وهي التي كانت تفتقر للتغطية الصحية نصر سيدنا للي دارينا هادشي هاد عامو تضامون بعد ما شكيف كلنا كلنا ما عندناش نشروا الدواطن نضيعوا فيه تندوزوا ما طيشي طلينا وانو دابا ودرك الله ماليك الحمد لله خليه لنا ونصروا سعود فاصلة خمسة ديال الماليار ديال الدرهم اللي تنجزت وتصرفت على الناس اللي عندهم الغيال القادرين على الاشتراك اللي كانوا هما في الرامد وتزوء المتضامون ولي كيعدب قريباً ما بين 10.5 مليون حتى 11 مليون يعني مستفيد هذا شيء كبير وكذلك بالنسبة للأصناف الأخرى فبالتالي مبقى حتى شي واحد خارج التغطية إلى جانب التغطية الصحية التعويضات العائلية التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل مكاسب يضمنها اليوم ورش تعميم الحماية الاجتماعية للأشخاص الذين يزاولون عملاً حراً الحماية الاجتماعية تعني الأمانة بالنسبة لهذا الشاب الذي اختار أن يخلق مشروعه الخاص بأجدير في المجال السياحي مقاوداتي في المجال التنشيط السياحي بدأ في المشروع ديالي من 2017 كنا بدنا بدون تغطية صحية يعني كنا يرى اختامينه صعب يعني ما كانوش عندنا تعويضات لبنسبة للمعرض ديالنا لبنسبة للعدوية يعني ما كانوش تعويضات نعائية من الحمدو الله من البدة لغرس الملاكي استفدنا من الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية حمدو الله لحدنا يعني الذ водناย التعويضات ليعيني الصحية ولالعدوية ولا الأمراض المزمة حمدو الله لحدنا دب تعويضات في أسوأ الأمراض ديالنا من أسوأ ولات العائلة ديالنا تقدرony تستفد والحمدو الله دب يعني بمعسف للتقاعد ديالنا ته plastics إستدامين مرتاحين وكان فكره أننا ندفلوبي والبسروع دينا إن شاء الله بنتبلع عمل غير أجراء تسجيل ديالهم تم عن طريق تبادل معلوماتي بين صندوق الوطني الضمان الجماعي والهيئات المكلفة حسب الفئة بالنسبة للمستفيدين من النظام أموتا دامهم كانت تسجيل ديالهم كذلك عبر تبادل معلوماتي بين صندوق الوطني الضمان الجماعي ووزارة الداخلية طبعا بعد تسجيل ديالهم في سجل وطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد وإيداع طلبهم في البوابة المخصصة تعميم التغطية الصحية لكل المغاربة يمثل اليوم ثورة اجتماعية غير مسبوقة ورش يعكس إرادة ملكية راسخة لتوطيد العدالة الاجتماعية في البلاد ولتطليط الضوء على أهمية هذا الورش الملكي المهيكل يحضر معنا ضيفا في الأستوديو والأستاذ تاريق لكحل أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط مرحبا بكم أستاذ مرحبا الأستاذ بالحليمة مرحبا بداية تعميم الحماية الاجتماعية ببلادنا مقاربة ملكية شاملة ومتفردة ومؤثرة لسياسات العمومية الاجتماعية فما الأهمية التي يكتسيها تعميم التغطية الصحية الإجبارية ليستفيد منها جميع المواطنين على حد سواء أولا أهمية تكتسي أبعاد تغطية الإجبارية الصحية العمومية تؤثر عدة جوانب وتؤثر بشكل مباشر وإيجابي على المواطن المغربي ولها عدة أبعاد يعني البعد الأول يمكن تلخصي في الوصول العادي للخدمات الصحية أي أن كل المغاربة الفئات المجتمعية تستفيد من الخدمات الصحية المقدمة من طرف الدولة المغربية تانيا المستوى تحسين مستوى العيش بالتالي أنه تخفيف عبء يعني الكل يعرف تكاليف الصحية هي تكاليف باهضة لسيما في خلال يعني فيما يتعلق بالأمراض المزمنة وبالتالي أنه تخفيف العبء على المواطن المغربي من شأنه يعني رفع مستوى المعيشي لسيما أننا نعرف يعني ارتفاع مضطرد بالنسبة لأتمين مجتمعات الخدمات المقدمة وفي النطاق التالي هو تقليز الفوارق وضمان العدالة الاجتماعية أنه بغض النظر على المستوى الجماعي أو الاقتصادي المغاربة الكل يستفيد على قدم المساوات من تقديم وتحسين يعني الخدمات والعرض الصحي المقدم وعلى المستوى يعني الرابع هو تحفيز الاقتصاد الوطني الكل يعرف أن يعني صحة جيدة أن كلما كان يعني الموضفين أو المستخدامين أو الأجرة بصحة جيدة فهو عامل يساهم في تحسين الانتاجية طيب تأميم وتوسيع تأمين الإجباري عن المرض طبعا يتطلب اتخاذ تدابير تشريئية تنظيمية مالية ومؤسساتية فكيف ساهم الحرص الملكي السامي والفئلي على تتبع ومواكبة هذا الورج في بلوغ مراحل متقدمة وفي الأجال المحددة أولا يجب التذكير أن صاحب الجلالة يعني في مناسبات عديدة لسيما في خطاب عيد العرش في 2020 وكذلك يعني خطاب أمام البرلمان في دورة 2020 وكذلك يعني إطلاقه يعني الرمزية والدلالة لصاحب الجلالة يعنيها بالورش المجتمعي اللي هو تعميم الحماية الشمعية في 14 أبريل 2021 ألا وهو ورش تنزيل الحماية الشمعية وبالتالي هذا الحرص الملكي على تتبع هذا الورش المجتمعي الكبير كان عنده مجموعة دي الأليات أولها يعني الإطار القانون الإطار سافر بسعود 21 الذي يعتبر متابة يعني خارطة طريق تنزيل ورش الحماية الشمعية وكذلك الآليات المواكبة من قبيل يعني المفتكرة من قبيل يعني السجل الاجتماعي الموحد وكذلك سجل وطني السكان لاستهداف المباشر للساكنة وكذلك يعني رصد ميزانية مهمة التي تتراوح تتعدى 50 مليار للدرهم والإشارة فإن تعميم ورش تغطية صحية يعني من انتقال من رميد النظام الإجباري رأي كلف 20 مليار للدرهم وبالتالي أنه كل هذه الفترة هذه الفترة هي تخللت بمجموعة من المنجزات لا على المستوى يعني تغطية صحية على المستوى أيضا انتقال من منطق الاستهداف الغالي المباشر الاستهداف المباشر لفائدات الفئات دوي احتياجات خاصة وكذلك كبار الصين شكرا لكم على هذه المعطيات الأستاذ طارق لكحل الأستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بريبات وشكرا على حضوركم معنا شكرا سيداتي مرحبا اشتركوا في القناة مدينة الأنوار باريس تدرب اليوم موعدا مع ضيوفها من أجل الانوار العالم لأول مرة في الهواء التلق على نهر السن لحضور حفل غير مسبوق ايدانا بالانطلاق الرسمي للألعاب الأولمبياتي الصيفية بمشاركة العديد من قادة الدول والحكومات تنطلق رسميا اليوم أولمبيات باريس 2024 لأول مرة خارج ملعب رياضي باستعراض يدوم أربع ساعات على متعبارات وقوارب في نهر السن لحوالي سبعة ألاف رياضي من الدول المشاركة وسط أجواء احتفالية متفردة يشارك نحو ثلاثة ألاف راقس وممثل في 12 عرضا فنيا وسط تأزيزات أمنية استثنائية بعد نشر 75 ألف شرطي وجندي وحارس أمن ودوليات على الأرض وينتظر أن يتابع الحفل حوالي 300 ألف متفرج على أرصفة وجسور نهر السن مع تواجد أكثر من 80 شاشة عرض وأجهزة صوت تخمة وبرسم الأولمبياد أجرى المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم صباح اليوم حصة تدريبية استعدادا لمباراة الغد التي ستجمعه بالمنتخب الأوكراني لحساب الجولة الثانية عن المجموعة الثانية من الألعاب الأولمبياء والتي ستقام على أرضية ملعب مدينة سانتيتيان بداية من الساعة السادسة مساء بتوقيت المحلي الخامس مساء بتوقيت المغربي الحصة تدريبية لصباح اليوم شارك فيها جميع اللاعبين الذين تمت المنادات عليهم وركز فيها النخب الأولمبي طارق سكيتوي على وضع آخر اللمسات قبل لقاء الغد ولتذكير فالمنتخب الأولمبي المغربي يتصدر مؤقتا المجموعة الثانية بثلاث نقاط بعد فوزه المهم والمستحق على فريق الأرجنتين وعن هذه الحصة التدريبية واستعدادت الفريق الأولمبي لمباراة أوكرانيا نتابع هذه التصريحات لبعض عناصر المنتخب الوطني الأولمبي إن شاء الله رحمة الله رحمة الله رحمة الله رحمة الله بعد وقت العمل الذي يدفعا بالنسبة للهخبر و 인شاء الله كنت نظن عزمي لود grace كنت P Goal لمقابلة ما تكون السهلة تكون محتاجةHSHformation تتخnocو paketokis الكثيران تكون محتودة للقلب والرب تكن محتاجة Cube Alzheimer وطرب الصبرا نشاء الله رب وفقنا بيش اننا انشاء الله نفرحه الشعب المغريبي توازيو الموالية التي جائعا من بعد ينكوصي بطريقة جيدة من اجل اننا نفتحوا الباب يحبني ما هو أبعد إن شاء الله رحمه رحمه. يجري أن يكون الأمر سهول. ونحاول نتحاول أن نحاول شيئاً فإننا. وإن شاء الله عملنا كل ما يفوض الإنحاء حتى نحقبها لنحقاً جائلاً. انتشان وللحديث عن مباراتي الغد يحضر معنا ضيفا في الأستوديو والإطار الوطني والمحلل الرياضي إدريس عبيس مرحبا بكم سيدي إذن في افتتاح منافسة كرة القدم برسم الأولمبياد تمكن المنتخب الوطني الأولمبي من تحقيق فوز تمين على منتخب الأرجنتين هدفين لهدف واحد وهو الآن يتصدر المجموعة الثانية إلى جانبي المنتخب العراقي غدا العناصر الوطنية في مواجهة الفريق الأوكراني فكيف ترون حدود العناصر الأولمبية وخصوصا بالنظر لما قدموه من أداء جيد في مباراتهم أمام الأرجنتين أولا شكرا على هذا السؤال لأن الجمهور المغربي وسواء داخل المغرب وخارج المغرب وعلى مستوى العالمي أنهم تفجأوا بالعناصر لكن نحن كمتتبعين على الشأن الداخلي ربما هذه السياسة هذه الدولة اللي كانت مدة طويلة جدا وخاصة رئيس الجنال الأولمبيا اللي كان يشتغل على برامج أولمبيا ربما كان اجتماعاته أنا حضرت واحد مجموعة دورات تكوينية داخل الهيئة الأولمبية وبالتالي كان أعطاه واحد صورة على أنه تكون أحسن العناصر لخاصة أن تبني واحدة استراتيجية معينة وتتميم الفريق الأول من قطر وبالتالي أن المنتخب القاعات ثم النسائي فبالتالي جاء الضور على الفئة دية الثلاثة عشرين اللي هي سن النجس سن الدهبي لعند جميع اللاعبين لم ينبهر المنتخبات الأوروبية تعريف القيمة دية العناصر الموجودة على المستوى الأوروبي يلعبون في باريس وبالتالي يلعبون في ضيارهم لأن المغرب تقريبا واحد مجموعة الجماعي التي كانت حاضرة وبالتالي أنه ما يمكن أن يفاجأ به وهي الأشكال الهندسية الزخرافية الطاكسيكية التي عرف كيف المنتخب المغربي أن يفوز وبالتالي كما نقوله تقنباسوا يعني زليج المغربي وبالتالي أعطاه واحد صورة جميلة جدا خاصة الهدف الثاني الذي أبهرنا نحن كمدربين للقراءة من الخلف وتكسر الخطوط الدفاعية في مساحة الـ 14 متر وبالتالي تسجيل هدف اللي كان جميل جميل جدا نحن كمدربين يعطونا درسا هذه المواهب وبالتالي المباراة الثانية دي الأوكرانيا يعرفوا جيدا القراءة دي للمنتخب المغربي هذه المباراة الأولى من الأرجنتين كانت مباراة فخ وبتتجوزها المنتخب المغربي بالكيفية وبالنوعية وبالتركيز الديني يبقى المباراة الأوكرانية التي تؤكد المنتخب المغربي كيف ينتصر كنظر بأن العناصر الموجودة في المنتخب المغربي كلهم لهم من نوعية هجومية وكذلك الفرضية يمكن أن تكسر جميع الخطوط الدفاعية ولكن أن تكون الحطة والحضر رغم ذلك أن الجمهور المغربي الآن أصبح فتح نفسه أنه يريد أن يرى واحد البلاطو كراوي جميل جدا ومدرس لأنه لا يقبل بأي نتيجة سيلبيا وبالتركيز الإيجابية لكن المهم جدا هو أن المدرسة المغربية الإفريقية مدام سمي أسود عرفوا كيف يتجاوزون المدرسة اللاتينية والتي كانت دائما يعني تبهر العالم بنجومية ولكن اليوم لنا من لعبين المهاريين كبير جدا على المستوى الإفريقي وعلى الشمال الإفريقي وخاصة المغرب طيب سعبيس اليوم الحدث رياضي العالمي افتتاح أولمبياد باريس الفين واربعة وعشرين مشاركة مغربية وزنة هناك العديد من الأسماء الباليسة اللي ممكن أنها تحصل على التتويج فكيفاش كتشوفوا غادي تكون المشاركة المغربية وكيف ما قلت لك هذا البرنامج ربما هو بعيد المادة لأن هذه رائب 6 سنوات 8 سنوات كتشتغل عن اللجنة أولمبية مع الدولة مع الجامعات الرياضية كنظن بأن هذه الرياضين كلهم الآن مجندين أنهم يقدموا هذه الهدية سيدنا الله ينصروا في مناسبة أنهم الأبطال يكونوا إن شاء الله ضيوفاً عليه بالميدالية الذهبية وهذا ما نتمنى ولكن الحضور دينا كان دائماً في الألعاب الفرضية اليوم دخلت القوة للألعاب الجماعية كانت تألق سعيد عويطة نوى المتوكل مرحيم بوطية بلغة سكح خالي نوى المتوكل نوى المجموعة من الأبطال وكذلك الملكمة اليوم تنوعت كما نقول البلاطو دي النتائج الإيجابية نتمنى من هذا الأبطال يكونوا في التركيز دي لهم كان نظر بأن الجنة أولمبيا لم يخلقش عليهم بالإمكانيات دي لها ورزاة لهم جميع الإمكانيات والتتبوع الطبي وكذلك لا في التغذية ولا في استعدادة دي لهم ولكن الأبطال عندهم واحد العامي الواحد هو أساسي وهو التركيز الديني وإهداء الميدالية صحيح بجلالة وهذا ما نتمنى ونتمنى لهم جميعاً التوفيق وتعلق شكراً لكم سيد ريس عبيس الإطار الوطني والمحل الأرياضي على حضركم معنا وعلى كل هذه المعلومات وعشية انطلاقية الحدث الأولمبي العالمي تعرضت شركة سيكاك الحديد الفرنسية أمس لهجوم وصف بالضخم والواسع النطاق يهدف إلى شل شبكتها التي تشهد طراباً شديداً وقالت الشركة إن العديد من الأعمال الخبيثة المتزامنة أترت على خطوطها الأطلسية والشمالية والشرقية موضحة أن حرائق متعمدة أضرمت بهدف الإدرار بمنشآت الخطوط نبيلة عزلقان قبل ساعات من بدء مرسم افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 قطارة فرنسا تتعرض لهجوم ضخم شركة السكاك الحديدية الفرنسية قالت إن العديد من الأعمال الخبيثة المتزامنة أثرت على خطوطها الأطلسية والشمالية والشرقية موضحة أن حرائق متعمدة أضرمت بهدف الإدرار بمنشآت الخطوط السريعة فرق شركة السكاك الحديدية متواجدة في الميدان لإجراء التشخيص وبدء الإصلاحات لكن هذا الوضع يتوقع أن يستمر طوال عطلة نهاية الأسبوع على الأقل لإجراء الإصلاحات كما تعرضت كابلات مشغلة لخطوط القطارات عالية السرعة للأحراق أعمال التخريب طالت 800 ألف ركب وتم إلغاء رحلات عدة بين باريس ولندن وتحويل مساري رحلات أخرى من وإلى باريس بعد الأعمال التخريبية كما تم نصح الركاب بعدم السفر اليوم ومن جهتها أجهزة الأمن مستنفرة للعثور على مرتكبي هذه الأعمال الإجرامية ومعاقبتهم وتحسبا لأي تهديد أمني قامت السلطة الفرنسية بتعبئة 45 ألف ضابط شرطة ودرك وثمانية عشر ألف جندي فضلا عن إغلاق المجال الجوي بالكامل داخل دائرة النصف قطرها 150 كم حول باريس من السادس مساء حتى منتصف الليل بمدينة أزلالف ستحت فعاليات الدورة الثلاث عشر من المهرجان الصيفي لفنون الأطلس تحت شعار التورة المادي دعامة أساسية لسياحة الجبلية والاقتصاد المجالي مهرجان يتميز بكرنافال جاب الشوارع الرئيسية للمدينة مبرزا غين التوراة المحلي والوطني ويعرف مشاركة عدة فرق موسيقية وفولكلورية مع برمجة فنية غنية طيلة فعاليات المهرجان حنان أرسلان وعمر جليدي لوحة فنية ألوان وأنغام أهزيج وإقاعات غينا وتنوع بعض مما يعكسه كرنفال المهرجاني الصيفي لفنون الأطلس بأزلال هو احتفالية بالتراثي الأمازيغي وتثمين لفن الفولكلوري الأصيل بمجاركة نحو 36 فرقة في تواصل مفتوح مع جمهور مدينة أزلال وزوارها فنون الأطلس بأزلال الحمد لله احنا كنتواجهوا بمدينة أزلال داروا لنا المهرجان وما صراحا ما كرنش يدور لنا كتر يزيدوا لنا كتر والحمد لله جاءنا باش نتفرجوه في مهرجان فنون الأطلس هنا في مدينة أزلال وهاتش يراكين زوين بزي ما أقرينا او انتهت لندراسة جينا باش نشوفوا هات المهرجانات احنا بغن يبقى هاتشي كل عام برنامج المهرجان يتضمن فقرات فنية متعددة مخصصة للتراث والموسيقى الأمازيغية وغيرها مع تنظيم عروض للفروسية والصناعة التقليدية من خلال فضاءة المهرجان هذه الدورة مميزة عن سابقاتها هذه الدورة تتعرف واحد المجموعة من الفضاءات فضاء المعريض اللي تتشارك فيه واحد 84 تعاونية ثم فضاء الفروسية اللي عارف واحد 50 صرباء وهذا العام شاركت معنا واحد صرباء من مدينة مركش خاصة بالفتيات الميرجان الصيفي لفنون الأطلس نقطة إشاعي فني وتراثي وفرصة تنتعيش معها مدينة أزلال سياحيا واقتصاديا انتلاقا من شعار هذه الدورة التي تثمن التراث اللامادي باعتباره دعامة للسياحة الجبلية والاقتصادي المجالي ختما تذكير بأبرز محطات الخبر في هذه الناشرة مشروع تعميم الحماية الاجتماعية ورش ملكي كبير سيؤمن تعميم التغطية الصحية لكل المواطنين إلى جانب ضمان حقوق اجتماعية أخرى كالتقاعد والتأويض عن فقدان الشغل لفائدة الأشخاص غير الأجراء العاصمة الفرنسية تستعد لحفل افتتاح الألعاب الأولمبياد الصيفية الذي سيقام على نهر السين لأول مرة خارج ملعب رياضي والمنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم يواصل استعدادته لمقابلته الثانية برسم الأولمبياد والتي ستجمعه بمنتخب أوكرانيا مدينة أزيلات تصدف فعالية المهرجان الصيفي لفنون الأتلس في دورته الثالث عشر مهرجان يتضمن برمجة فنية غنية بمشاركة فرق موسيقية وفولكلورية محلية ووطنية شكرا لكم على حسين متابعة وإلى اللقاء شكرا لكم